طيب مشاهدين دلوقتي دقات الثامنة صباحا وده ما عدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة فضلية هالة شكرا عبدالصمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قالت سلطات الصحة بولاية الخرطون قصفا عشوائيا أدى إلى مقتل 34 شخصا من بينهم أطفال في سوق شعبية بمدينة أم درمان السودانية وأوضحت سلطات الصحة أن معظم القتلى من تجار سوق الملقى وأصحاب عربات النقل قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب إردوان بحث الأولويات الدفاعية والاقتصادية خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلنطي في لتوانيا وضف البيت الأبيض أن الرئيسين بحث أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دعمهما المستمر لأوكرانيا وأهمية الحفاظ على الاستقرار في بحر إيجا قال مسؤول عسكري أوكراني أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على كييف والمنطقة الواقعة فيها لثاني ليلة على التوالي فيما شرعت أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني في صد الهجمات وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن النظام الإنذار من الغارات الجوية مفعل مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات لدى اقترابها من كييف قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا إن الجزء المتعلق بتصدير الأسمدة الروسية ضمن صفقة السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لم ينفذ وخلال تصريحات صحفية ردا على سؤال بشأن آفاق تمديد صفقة الحبوب أضاف نبينزيا أن الجزء الروسي من الاتفاقيات لم ينفذ مشيرا إلى أن روسيا كانت تتحدث عن ذلك على مدار العام على الرغم من كل جهود الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمين العام شخصيا أعلنت السلطات في مدغشقر أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في دورتها الأولى في نوفمبر القادم وقالت حكومة مدغشقر أن رئيس الحكومة كريستيان تساي سيضع الناخبين للتوجه إلى صندوق الاغتراع في التاسع من نوفمبر للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية مضيفة أنه إذا لم يفز أحد من المرشحين من الدورة الأولى فستجرى دورة ثانية في العشرين من ديسمبر القادم أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة بعدما تسببت أمطار غزيرة بفيضانات استدعت إنقاذ عشرات السكان بواسطة قوارب جاءت هذه الخطوة بعدما حذر مسؤولنا من أن منسوب المياه في سد قريب من عاصمة الولاية مومبليه قارب حده الأقصى وعلى وشك أن يفيد هذا ولم ترد على الفور تقارير بشأن سقوط وفيات أو تسجيل إصابات في الولاية من جراء الأمطار التي قال مسؤولنا أنها تسببت في فيضانات في وسط مومبليه قالت الحكومة المغربية إن الخطوط الملكية المملوكة للدولة تعتزم مضاعفة أسطولها بأربعة مرات من خمسين طائرة حاليا إلى مئتي طائرة بحلول عام 2037 لتلبية الطلب المتزايد وأوضحت الحكومة المغربية أن رئيس الحكومة عزيزة خنوش والمدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو وقع اتفاقا لزيادة مساهمة الحكومة في رأس مال الشركة توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6% العام المقبل و3.3% هذا العام على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات وأضافت المندوبية أن تتوقع عجزا ماليا 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 ارتفاعا من 4.8% في العام الجاري مشيرة إلا أن التضخم السنوي سينخفض من 2.8% في عام 2023 إلى 1.8% في 2024 ورياضيا فاز اسموح على ضيفه امبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة والثلاثين من الدور الممتاز بهذا الفوز رفع اسموح رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد امبي عند 42 نقطة في المركز السابع انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر